وفي حفظ الأمن والاستقرار أعلنت مديرية أسايش السليمانية في قليم كردستان اعتقال عددا من المجامع والعصابات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في حدود الإقليم مشيرة لأن من بين المعتقلين أمراء وقادة ميدانيون وإرهابيون خطرون وجاء في بيان المديرية بعد المتابعة المستمرة والتحقيق الميداني الدقيقة تمكنت قوات الأسايش من الحصول على الأدلة الدقيقة والتأكد من جميع المتهمين المشتبه بهم وبيّن أنه في أربع حملات نجحة تمكنت قوات عمليات الأسايش في الشهر الجاري وبالتعاون مع مديرية أسايش شهرزورة من اعتقال أحد عشر إرهابيا في محافظتي حلبشة وسليمانية وكرميانة وتمشمالة ورواها البيان أن المتهمين من ضمنهم ثلاثة أمراء خطرون جدا وهم كل من ديار سعدي الأمير الميداني لحلبشة وشهرزورة وإكرام خالد المكن بالحاج إكرامة وهو أمير ومشرف على إرسال الإرهابيين إلى الخارج وشيركو عبدالله الأمير الأمني وثمانية إرهابيين آخرين موسيقى موسيقى